فضيحة من العيار الثقيل تعصف بالوسط الأكاديمي العراقي تتعلق بشراء وتزوير آلاف الشهادات العليا من ثلاث جامعات لبنانية من قبل طلبة مبتعثين على نفقتهم الخاصة 27 ألف شهادة عليا منحتها جامعات كالإسلامية والحديثة والجنان في غضون عامين فقط وزارة التعليم العالي جمدت التعامل مع الجامعات الثلاث وأخضعت الرسائل والأطروحات الجامعية للطلبة العراقيين في الخارج لعمليات مراجعة وتقييم علمي من قبل لجان أكاديمية حقيقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال دائرة البعثات والعلاقات الثقافية هي الجهة المعنية بمتابعة الشهادات في الخارج ورصانتها ومعادلتها في الداخل ضمن الضوابط الموجودة المنصوص عليها في قوانين البعثات وفي قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في زمن الجائحة كثير من الضوابط تم استثناءها مثلا الدوام الحضوري تم استثناء وتم الاعتماد على المباشرات الالكترونية وهذه المباشرات الالكترونية ربما خرجت عن الضاوط في كثير من الأمور التحقيقات الأولية بتورط مسؤولين عراقيين يتواجدون في لبنان وبالتعاون مع أستاذ جامعي اللبناني أفادت بتقاسم العمولة بينهم والتي تصل إلى نحو 5000 دولار عن كل طالب ماجستير و10000 دولار عن طالب الدكتورة قانون العقوبات العراقي حدد السجن ب15 عاما كعقوبة للمتورطين بمثل هذه التهم بالنسبة للشهادات التي صدرت من بيروت وهناك تحقيق العراق برأيه يحتاج لأن يطلب نسخة من التحقيقات من بيروت لمعرفة هل أن هذه الشهادات صحيحة أو غير صحيحة ثم بعد ذلك يكون التصرف وفقا للإجابة التي تأتي من لبنان ويواجه العراق ترهلا بحملة الشهادات العليا بعد أن قررت الحكومة المتعاقبة فتح الباب أمام الراغبين بالحصول عليها من خارج البلاد بسبب قلة المقاعد الدراسية المتاحة أمام طلبة الدراسات في جامعات القطاعين الحكومي والخاص وهما استغلته أطراف عدة للشروع بعمليات تزوير بالجملة أغلبها تم رصدها لنواب ومسؤولين حكوميين وأمنيين ثبت عدم صحة مستمسكاتهم العلمية دون أن يتخذ أي إجراء فعلي رادع بحقهم يوسف الحسيني الحرة أربيل